وكان قدوم هلاكو خان بجنوده كلها وكانوا نحو 200 ألف مقاتل إلى بغداد في ثاني عشر المحرم من هذه السنة قالوا كانوا 100 ألف كانوا أكثر من 100 ألف وهو رفع العدد إلى 200 ألف ما هو الفرق بين هذا وبين الروزخونية الروزخونية أيضا يقولون كان الجيش أيضا يتحدثون عن الجيش الذي خرج لمقاتلة الإمام الحسين أربعة آلاف عشرة آلاف كان عبارة عن عشرين ألف عبارة عن ثلاثين ألف عبارة عن أربعين ألف قالوا 70 ألف كما أنت الآن تزيد بالعدد وتكثر العدد وتضاعف العدد يا ابن كثير ويا ابن تيمية ما هو الفرق هذه رفع زخونية وهذه رفع زخونية يقول وكانوا نحو 200 ألف مقاتل إلى بغداد في ثاني عشر المحرم من هذه السنة أقول الآن السؤال هنا أقول من أين حصل على عددهم وكيف أحصاهم لاحظ إذا كان على نهجة رفع زخونية فلا كلام لنا معه هذه رفع زخونيات التيمية أما هو الذي يتحدث عن صحة حديث ودقة حديث ومصداقية حديث ومصداقية راوي ورواية ومسلم والبخاري وتبين لنا بأنه يأتي بقصص العجائز من هنا ومن هناك من خرافات المنامات والشاب الأمرد والرب الكلب والخنزير والصليب وغير هذه من الأرباب أقول من أين حصل على عددهم وكيف أحصاهم وكيف يحلل لنفسه التدليس والكذب أو المبالغة للتأثير في أفكار ومشاعر الناس في الوقت الذي يرفض ويمنع ذلك في عديد جيش يزيد قاتل الحسين عليه السلام ويستنكر ويستخف بل ويكفر من يتحدث عن جيش يزيد في الكوفة وعديدهم بـ 12 ألف أو 20 ألف أو 30 ألف أو 70 ألف أو عدد قريب من ذلك ووصل بغداد بجنوده يخمل بن كثير يقول ووصل بغداد بجنوده الكثير الكافر الفاجر الظالم الغاشمة ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر لاحظ سب وطعن ولعن بالرغم من كون الكثير من جنوده كانوا مسلمين بالرغم من كون الكثير من جنوده ألاكو كانوا مسلمين وجلهم أو أكثرهم قد أسلموا بعد ذلك عندما أقول كانوا مسلمين من أهل السنة أقصد المسلمين من أهل السنة وجلهم أو أكثرهم قد أسلموا بعد ذلك بينما يأخذ على المسلمين لعنهم قتلت الحسين ابن بنت النبي وصبت الرسول الأمين عليه وعلى آله الصلاة والتسليم يكمل أبين كثير فأحاطوا ببغداد من ناحيتها الغربية والشرقية وجوش بغداد في غاية القلة ونهاية الذلة لا يبلغون عشرة آلاف فارس أقول والرسول الله والحسين وأصحاب الحسين عليه السلام إن تجاوزوا المئة فبقليل إن تجاوزوا المئة الشخص فبقليل وهم أي العشرة آلاف وبقية الجيش كلهم قد صرفوا عن إقطاعاتهم حتى استعطى كثير منهم في الأسواق وأبواب المساجد وأقول والرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يملكون حتى الماء وذلك كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي أقول وكل ما وقع في كربلاء عن آراء وأوامر يزيد الناصبية الماجن وذلك أنه لما كان في السنة الماضية في سنة 655 هجري كان بين يدي أهل السنة والرافضة حرب عظيمة نهبت فيها الكرخ من الذي نهبها؟ نهبها التيمية من في أهل الكرخ الشيعة؟ يقول في سنة 655 هجري كان بين أهل السنة والرافضة حرب عظيمة نهبت فيها الكرخ ومحلة الرافضة حتى نهبت دور قرابات الوزير أقول كما نهبت خيم آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كربلاء وكما سلبت ونهبت بوتاة الصحابة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا السلب والنهب ليس بغريب ليس بحال نادرة ليس بحال طارئة هذا هو نهج هذه هي السنة هذا تكليف هذا وجوب شاهدنا هذا وتيقننا هذا وقرأنا عن هذا وصدقنا هذا كله حصل في دولة صلاحية المقدسة وفي الدولة العباسية قرية تهجم على قرية مملكة تهجم على مملكة حاكم يهجم على حاكم يستب ويستب وينهب ويحول الناس الأحرار المسلمين إلى عبيد وإلى إماء يقول من أين يأتي الدواعش به هذا التكفير وبهذا الإجرام هذا هو الإجرام هذا هو أصل الإجرام ترجمة نانسي قنقر